السلام عليكم الأشاعر يقولون أن الاستواء على العرش هو علو الرفع والمكان والقهر والملك والسلطة والسلطان وليس علو الذات وفي نفس الوقت يعني يقولون أن الله ليس من مستوين على عرشه بل استواء في الماضي يعني في علماضي هذا يعني ولسان مقالهم وحالهم يقول أن الله يجري عليها الزمان لأنه قالوا استواء في الماضي يعني زمان الماضي وهذا القول ماذا يعني يستوجب ويستلزم يستوجب ويستلزم أن الله لم يعد عالي الرفع والمكان لأنه الآن ليس مستوين على عرشه بل استواء قط في الماضي يعني في الماضي كان عالي الرفع والمكان والقهر والملك والسلطان والآن ليس مستوى بما أنه ليس مستوى الآن أي أن الله سبحانه وتعالى عما يصفون ويقولون أنه لم يعد عالي الرفع والمكان والقهرمون والسلطان وهذا هو القول ثم يقولون أن الله تقوم به الحوادث وتقوم في ذاته الحوادث عجبا لهم والله لم أرى تناقض أعجب وأغرب من الأشعار في عقلتي